تشتهر تونس منذ القدم بمنتوجاتها بصناعة الزربية وهي نسيج خشن من الصوف الطبيعي أو المصبوخ تنتشر فيها زخارف نباتية أو هندسية هذا النموذج الأصلي يترك حرية الإبداع للحرافية بسماء الرحالي بتزيين الزربية بزخارف مختلفة فرسخت أشكال وزارة أخرى حسب حاجات السوق ومقتضيات الموضة كيفش جدك الفكرة بسماء معناها حكاية غرامك بالزربية كيفش بديت؟ والله بديت كنت ناس صغيرة نخزر ممتي كانت تخدم فيها نقعد بحذيها ساعة ساعة تخدمت بها مش جدود معناها اي تقعد الثبت في ممتك كيفش تخدم اي نقعد بحذيها نقعد نخزرها كيفش تخدم كيفش ساعة تعلمني هكا شوية نخدم معها شوية من وقتها تخدمت بها اي كي انقطعت على الدراسة جيتني دركت الفكرة باش نمشي نتكون في النسيج اي تكونت من اللوو الزربية ومن بعد في الكليم والمرجوم والنسيج بصفة عامة تو الزربية بسماء تحبلها برشة وقت وبرشة وصعبال وبرشة كيف؟ اي اي برشة اللي ما عندوش وصعبال ما ينجمش يخدمها لخدمة هاي احكينا مراحل الصنع الزربية المراحلة اللي وهاي لاش نية؟ من اللي تبدى؟ من اللي ولي توصل للحريف؟ اي مرحلة التزديع ومن بعد النيرة ومن بعد تكبلها صوفها تحذره ومن بعد تبدأ مرحلة الخدمة قد يشتخوا وقت هذا الكل معناها للي توصل للحريف ويشريها قد يشتخوا وقت تخوا وقت كبير تقعد أشهر الزربية خاطر بالغرزة الزربية وانتما الزربية اللي تخدموا فيها زربية معناها تونسية ولا زربية تعويلاية معينة شنو الزربية اللي تخدموا فيها الزربية التونسية شنو فرق ما بين زربية الهنية مثلا وزربية في القرواء والله احنا نخدم معناتها لماكات الكل في القرواء معروفين لكثارية بالكلاسيك يخدموا أكثر في تونس نخدم لنواع الكل شاركتوا في معارض بسمة شاركنا في معارض في تونس شاركنا حتى البر وشاركو في معارض في تونس وخارج تونس الزربية تونسية بسمة ما هو الخصوصية التي يقول الزربية في تونس؟ يقول الزربية في تونس يقول أصالة تونسية لدينا البربير، لدينا برشة موديلات، لدينا برشة نواع فما دي متجديد بسمة في الزربية؟ أكيد، أكيد مش كما بديت أكيد مش كما تطورت من روحك أحكينا أكيد كنا قبل تلقى كان الكلاسيك أكثر حاجة تلقى النواري ذيك النواري الشويت طور برشة نواع طورت الزربية، بعد شنين يقفوا كان في الكلاسيك وفي برشة نواع الصنعة التقديدية بش ما تموتش بسمة أكيد علمتها لشكون بش ما تموتش خطر صنعة يجب أن يتوارفوها جيل بعد جيل لن تقعد صنعة حية والله مع الأسف، معناها لا يحبوا برشة يتعلموا، ليس كما قبل تحسها نقصة برشة عليش بسمة؟ والله هكي كما عش فما وصعبين، ما عادش يحبوا يقعدوا على السدية ويوسعوا بيلا بخاطر كما قلت لك، تطلبوا صعبين اللي معدوش وصعبين، ما ينجمش يخدمها أعلمتها لشكون الزربية بش صنعة متموتش خطر طوالد كما قلنا، معناها في انديثار ماذا بنا لأجهر القادمة تتعلمها بش صنعة متموتش؟ والله يجيونا التالبة من البوزار ونعلموها جيونا برشة وعلمناهم يتعلموا معناها؟ ايه يتعلموا عشنو تموحك بسمة في الصناعة التقديدية؟ والله تموحي أن نخرج معتها للبلدين الأخرى بش أن نعلموهم صنعتنا ونتعلموا منهم أحنا حاجات نعلموهم صنعة بتاعنا أحنا ونقضوا منهم هما صنعتها إن شاء الله دي ما تقعد الصنعة حية ما تموتش بما أنه إن شاء الله كيفكم يخدموا فيها ويتطوروا فيها إن شاء الله تطورت صناعة الزربية في تونس بفضل تحصن المنتوج فقام المركز الفني للزربية والحياكة بتونس بتطوير وتدريب الحرفيات والمصممين من أجل ابتكار نقوش جديدة وإحياء التراث التونسي وتجديده بروح عصرية وقع الزربية الحقيقة متعربي معناتها الزربية هي معناتها منتوج ثمين برشة تونس موقع جغرافي صغير أما هي عندها صنعة ثمين برشة كنا معناتها قبل نصدر برشة معناتها الزربية اللي نحن نقوله زربية العقدوية اللي هي زربية البغباء اللي عالية شوية وزربية القروين أما شوية في السنوية الأخيرة تشهد تراجع تراجع كبير عليش حاسب رايك خاطر عنا نقص في الحرفيات اللي معادش يحبوا الحرفيات أما فما مؤشر به برشة اللي رجعنا لصناعة الكليم اللي هو رايش برشة ومعناتها وليوا العبيد تخدموا ويخرج في الأسواق خاطر وخفيف وأرخص وكل شيء اللي يقولوا زربية تونسية شنون ونجموا نقوله اللي يقولوا زربية تونسية في التقنية معناتها كان تونس التقنية العقدوية كان تونس معناتها تشتهر بها هذية وهي أصل الزربية جيتنا صحيح من شيرة آسيا أما جيبتها الكاملة هي أقدمتها عنا زربية من 1830 فهمتها أصلها تركية أما كي جيت التونس بدلنا فيها وبدلنا الزخارف فيها هي تنعكس على تونس فهمتها عن الورد عن عفصة السيد معناتها الكل نلقاهم في الانتراج معناتها نتعنا أما تقعد زربية ترمز للأسالة والهوية والصنعة لديين ترمز للقمرة والمحراب تقول تونس ترمز للهوية نتعنا ذيكا تونسية قروية والحاجة اللي بيها في تونس أي ولاية في الجمهورية التونسية تشتهر بحاجة عن القروية هي الزربية العقدوية كنشيء كنمشيوه شيرت الكيف نلقاوه نلقاوه لكليم كنمشيوه شيرت التطوين نلقاوه المرجوم اللي هي خاطر عنا معنتها في معنتها أصلنا بربري عنا الموتيف بغباخ فهمتن نلقاوها في شيرت الجنوب زادة فيه غفصة في غفصة زادة عنا منتوجة رائع جدا معنتها من أول الدنيا هي المعلقة الحقيقية اللي هي فنية وتتبيع غارية برشا تمتاز بها شيرت جفصة مطلوبة في الأسواق العالمية في الأسواق العالمية خاصة في السوق الأمريكية طالبين الزربية التونسية البربرية الزخرفة البربرية طالعة معنتها تندنس موذة ويلزمنا نمشيوه مع الموذة العالمية معنتها نقصه في الألوان نقصه في الزخار فبشي قبل عليها الحريف الأجنبي خاطر الحريف الأجنبي ما يحبش حاجات ألوان برشا وكل نمشيوه ونتمشيوه مع نفوق الأجنبي ما يحبهاش رزينا زيادا ما يحبهاش رزينا نحاوله باش نخفوه في الألوان في الزخرفة في كل شيء في الحجم في كل شيء يعطيك الصحة يعيشك ترجمة نانسي قنقر وقع الزربية في تونس في الوقت الحالي بعد ركود ثم كيف نقوله موجة انتعاج انتعاج ثم نظرة جديدة للهندمايد للصانعة اللي ثم اقبال ثم نظرة جزادة نقوله أرتيستيك أكثر ثم فنية ثم فنية ديجال إكسبو طالون معناه استثمروا في الموضوع هذا خدمنا خدمة معهم باها برشا دي جران أرتيست وكرياتير في من العالم جو خدموا خدمنا دي شيديفر ما باها يعني زربيتنا نرقاها في الأسواق العالمية إن شاء الله مننا هكا باش عاود ترجع بإذن الله خاطر تم ولدت في تونس في أنتعدي ديزاينار يساهموا ديزارتيست يساهموا باش يعاودوا يعطوه صورة جديدة لزربيتنا وللنسيج بصفة عام يعني ديزاينار والحيرا في كملوا بعضهم بانسير ديزاينار يعني استخدوا مع بعضهم اي ديزاينار ديزاينار أرتيست ديزاينار حيرا في يخلقوا مثلث باش يطلع باش يتخرج الزربيت للحريف إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى